بعد تنامي حالات الانتحار من فوق الجسر المعلق على ضفتي شط العرب في البصرة كثفت مديرية الشرطة النهرية دورياتها بشكل أكبر لإنقاذ أرواح المواطنين تكثيف الدوريات في مناطق شط العرب في مياه شط العرب خاصة قرب الجسر الإيطالي وقرب جسر الشهيد كنعان نقوم بإجراء الدوريات المكثفة في هذا المجال خاصة في هذا الموسم في هذا الجاهين المقبلين على موسم الصيف موسم الصباحة فنمنع الصباحة في النهر بالإضافة في الآون الأخيرة لاحظنا بعض الحالات الانتحار من أعلى الجسر الإيطالي وبهذا الشيء وضعنا دورية مرابطة في هذا المكان الغواصون في مديرية الشرطة النهرية تحدثوا عن حالات الانتحار والغرق المتكررة التي تم إنقاذهم منها بأوقات مختلفة من الليل وفي ظروف جوية وبئية صعبة حالة الانتحار بالجسر الإيطالي مره وطفل اثنين هم وان شاء الله جاءنا أمر كلفنا بالواجب بالوحدة بالليل وتم إنقاذهم والحمد لله والشكر حالة عندنا صار على جسر الزبير وهو سيارة سقطت من على جسر الزبير وكانت بها عائلة وطفل بها من قبل وجهتنا وديريتنا فذهبنا للحادث وانتشلنا الغرقة والقذنا الطفل أثناء الحادث وبالرغم من تكليف الشرطة النهرية بحماية السهون الرأسية في ميناء المعقل والمنشآت الواقعة على امتداد شط العرب إلا أنهم وفروا الحماية الكافية لحالات الغرق والانتحار السرعة والدقة والاستجابة السريعة مكنت أفطال الشرطة النهرية من إنقاذ أرواح المواطنين سواء في الحوادث أو حالات الانتحار علي عبد العزيزة العراقية الإخبارية البصرة